الفنان الكبير عادل امام اللي بيبهجنا دائما ويساعدنا اي خبر يمكن ان يلمس منه البعض انه يمكن انه يبقى فيه حاجة متعلقة بصحة الاساس عادل امام الناس بتهتم بشكل كبير لما تنطرت اخبار عن في حريق في منزله او بجوار منزله هنتطمن من الاساس عادل امام والاساس عادل اهلا بيك ازاك يا واقل ازاك اخبارك الحمد لله تمام وحشنا والله يا استاذ عادل ارجوك لو عندك قائمة بالمعجبين حفتني على رأس هذه الله يخليك ده شهادة اعتز بيها يا استاذ عادل والله الله يخليك نطم الناس كده لانه لقيت فيه اخبار متناثرة حريق في منزل عادل امام مفيش اي حاجة ده تابلي بره خالص بره البيت اه اه اعمل في شجرس وطفت الحكاية كل ده مفيش حاجة يعني خالص اه الحريق كان خارج المنزل يعني عن دستور من من الناحية التالية اه بعيد عن المنزل تماما اه طبعا مفيش اي حاجة الحاجة بس انا انا تذكرت في حريق اه قبل كده طبعا مش مش عايزين الذكريات السيئة دي يعني بلاش بقى واقل بس الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله احنا ربنا بيحبنا وربنا طبعا طبعا يا استاذ عادل ربنا يخليك لمصر دائما يعني سبحانه وتعالى حافظ يعني ايد وعلى كده انا واصلتي الحمد لله ان شاء الله طب مننا بقى المسلسل كمان اه حتسعدنا ان شاء الله السنة دي بمسلسل اه انا ارجو ان يعني ينال احسان المشاهدين حقيقة اه اه وبدأتوا تصويري يا استاذ عادل اه بدأنا بقى انا شوية ونشتغل فيه يعني اه طيب وموضوع مهم برضو يتكلم برضو عن الفساد بس بطريقة يعني جرامية دميلة جبت اه وممزوجة بالكوميديا يعني لان تتخلى عن الكوميديا هذا العام احيانا طيب عوالم خفية اه يعني في اه اه عن الفساد فقط يا استاذ عادل ولا مجموعة قضايا مختلفة بيثيرها المسلسل اولا البطل بيوعها في ايده اه مذكرات واحدة انطعت اه بصدع انها منطعت شوية كتبها مذكراتها بس كتبها بالحروف الاولى فيبتدي يجري ورا الشخصيات دي وبيجيبهم واحد واحد وبيعرف تقول ايه وعملوا ايه والفساد اللي عملوا ازاي وحاجات اه موضوع مشوق جدا يعني اه اه في اطار درامية طيب اه اه قبل ما ما سيب حضر استاذ عادل ما بتسمع شوي عن القواعد اللي بيحاول بعض فرضها من خلال الرقابة او اللي جان المختلفة يعني اه اه تميت بمتابعة الحديث عن ضوابط اه حيتم وضعها للتعامل مع المسلسلات يا راجل بناش كرام فارغ احنا مش عايزين وصاية الوضع على الفن هو الفني نفسه اه واحد اه يعني الناس جي حتقول لا اه ما تعملوش ده ولا اعملو ده ولما نعمل مسلسل ده ده ما يتعرضش ما حد اش يقدر يقبل كده اه 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 شايف ده ضد الفن ووصاية جديدة على الفن طبعا طبعا ده 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 انا سمعت يعني تطقيق في كل المشاهد وفي كل اله وحيتم حتى توزيع اختيار الموضوعات تحديد الموضوعات التي يجب ان يتم تناولها في المسلسلات يعني يا حبيبي غلط ده الناس دي هتجني على الفن في مصر اه ما حاجش هو دعوة بالفن ما حاجش هو دعوة بيه حدودك ضد تشكيل لجان للرقابة والمتابعة وغيره يعني احنا نقصين لجان يا واقل لجان ايه اللي جان في كل مكان ده ده شعار العقيد القذافي لا يرحمه بقى اللي جان الشعبية وغيرها يعني اه 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 فواضح انها لجان من نفس الا فانت شايف هنا لجان الرقابة احنا مش نقصين يعني احنا مش نقصين لجان فاشية يعني لا طيب طبعا كلام الاستاذ عادل امام فنان بقيمة وقامة الاستاذ عادل امام مهم جدا انه الناس لاينا الحانة بنقرأ حاجات احيانا اه اه لمرأبة المسلسلات لمتابعة المسلسلات مفيش شك في ان الناس اعمل حقها الحفاظ والحرص على قيم المجتمع يعني لكن اه الاستاذ عادل بقول انت شايف استاذ عادل ان صناع العمل هم او الفن هو رقيب على نفسه يعني هو الرقيب محدش يقولي على مزاجه هو او من وجهة نظره هو ده لا او ده اه يعني الجمهور هو اللي بيحكم الجمهور بيحكم اه رسالة في غاية الاهمية استاذ عادل انا بشكرك واطمئنين عليك وان شاء الله انا اطمئنين عليك دي وانسعد بمسلسلك ان شاء الله اشكرك احسن شكرا استاذ عادل طبعا